وضع مؤتمر فيينة قطار الحل السياسي في سوريا على سكة ولكن المصار بدأ وعرا وفيه الكثير والكثير من التجاذبات والخلافات ما اتفق عليه في ادرجة تم ادراجه في بيان مقتضب وما وقع الخلافة حوله ارجاء الى الجولة مقبلة تحدد في الاسبوعين المقبلين شهد المؤتمر الكثير من شد الحبال والسجالات والاتهامات المبادلة ما بين وزيري خارجية ايران ومملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالوضع في سوريا وخارق قاعة المؤتمر كان عقد الكثير من اللقاءات والمشاورات الثنائية بقي الاخذ والرد ساعات حول نقاط خلافية لا سيما بشأن مصير الرئيس السوري بشار الاسد وحول توصيف الارهاب ومن ينطبق عليه هذا التوصيف اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج المشهد ونخصصها لمناقشة الملف السوري ولكن من خلال مؤتمر فينا والبيانة الذي خرج به وكيف يمكن لهذا المؤتمر أن يضع الحل السياسي أو يكون خطوة في طريق الحل الأزمة في سوريا يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار مع علي السفير أحمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية الأصباح أهلا بكم مشاهدين الكرام سأسمح مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ الحوار نتابع هذا التخير وبعده نبدأ حراق هذه الحلقة من المشهد انتهت قبل يومين محادثات مؤتمر فينا الدولية بشأن الأزمة السورية بالعاصمة النمسوية فيينا بنقاط اختلاف واتفاق كان أبرزها الإبقاء على سوريا موحدة وسعي لوقف إطلاق نار شامل فيما ظل الخلاف حول مصير الرئيس بشار الأسد ودعا بيان فيينا إلى تخصي وغير طائفية ولا تقصي أحدا قبل إجراء انتخابات جديدة في هذا البلد مشيرا إلى أن المشاركين سيسعون إلى وقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا وطلبت أطراف المحادثات السورية لأمم المتحدة بجمع الحكومة والمعارضة السورية من أجل هذه العملية السياسية وفي مؤتمر صحفي أعقب انتهاء المحادثات قال وزير الخارجية الأمريكي جون كاري أن الخارجية مستمرة بشان مصير الرئيس السوري بشار الأسد من جانبه قال وزير الخارجية روسي سرجيل لافروف أنه تم الاتفاق على محربة تنظيم داعش والجماعة الأخرى مشيرا إلى لقاء فيينا أسفر عن اتفاقات هامة مؤكدا أن الاجتماع لم يخرج بموقف موحد عن مصير بشار الأسد ستكون في فيينا بحسب المشاركين في الاجتماعات وزير الخارجية السوري والد المعلم أكد على أهمية البيان الصادر عن محادثات فيينا الهدفة إلى إنهاء الحرب الدائرة في سوريا وأشار المعلم خلال اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفن ديمستورا اعتراف بلاده بأهمية البيانة الذي أصدرته القوى العالمية عقبتك المحادثات وأكد المعلم موقف دمشق الثابت بشأن إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب في البلاد حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي أهلا بكم من جديد معلسفير يعني الاتفاق على بقاء سوريا موحدة والاختلاف حول مصير الأسد إلى أي مدى يمكن أن نقول أن مؤتمر فيينا اختلف عن مؤتمرات قبله كانت تتعلق بالملف السوري أنا أعتقد أنه أو النتائج أو البيان اللي صدر في فيينا مؤخرا مؤسس على نتائج اجتماع جينيف واحد تمام يعني لو قررنا حنلاقي تقريبا النقاط هنا هي إنما التوقيت هو اللي بيختلف بمعنى أنه كلما مضى بعض الوقت كلما تغيرت بعض مطالب أو مواقف بعض الأطراف بعض الشيء يعني 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 من تنازل بعض الأطراف عن بعض مواقفها في سبيل الوصول إلى حل الوسط إنما هنا في نقطة مهمة جدا وهي مصير الأسد وهي نقطة خلاف رئيسية وأنا بعتقد أن الإصرار إصرار روسيا على بقاء الأسد وإشراكه في العملية السياسية كجانب حكومي أو كجانب السلطة مع الأطراف الأخرى دي هي الورقة الهامة والورقة الرئيسية في الملعب الروسي بمعنى بمعنى أنه لو جاء روسيا وجاءت روسيا وقالت أنا خلاص أنا الأسد مش مهم عندي وخلينا نشوف كده خلاص الأطراف الأخرى حتتشدد في مطالبها وحتتشدد في مواقفها إنما وجود الأسد وإصرار روسيا على وجوده حتى يحل السوريون مشكلتهم بنفسهم حل سلمي هي دي الورقة اللي روسيا حطها في زور شوكا في زور الجانب الأمريكي وحلفاء وبالتالي فأنا أعتقد أنه من الممكن جدا أن يتم الاتفاق وأن تتنازل يعني هي الأطرافين اللي هم أمريكا والسعودية دول يعني مصرين على رحيل الأسد ولكن من الممكن جدا الجانب الأمريكي في سبيل أنه يصل بالتسوية إلى هدفها اللي هي السوريين يعودوا مع بعض ويصلوا إلى اتفاق سياسي وحكومة انتقالية وانتخابات بعد كده هوت من الممكن جدا أن يتنازل الروس عن استمرار الأسد في السلطة أو في العملية سياسية نفسها تعتقد أن التنازل الروس عن بقاء الأسد في موقعه ربما يأتي بحكومة وبقيادة سياسية هي مولاية للأمريكان ومن ثم النفوذ الروسي والنفوذ الإيراني في سوريا سيتراجع كثيرا بالضبط عشان كده التمسك بالأسد كورقة تضمن البقاء التوازن القوة ما بين تضمن توازن القوة وبالتالي روسيا لن تستغني عن ورقة الأسد إلا بعد أن تطمئن إلى استقرار الأوضاع بحيث يكون في صالح ليس في صالحها تماما وإنما هيكون هي برضو طرف كسبان في هذه العملية يمكن الرؤية المصرية في التعامل مع الملف السوري ده بشهادة كافة الأطراف حتى أطراف المعارضة أن هي رؤية متوازنة بتسعى في الأساس للحفاظ على وحدة الأراضي السورية بس هل حضرت كما يطلع المؤتمر ويأكد أنه هو الاتفاق على أن تبقى سوريا موحدة هل حضرت تثق في نواية الأطراف الأخرى فيما تعلق ببقاء سوريا موحدة على الأرض مش شايفين كده لا هو ده كلامه ده في جنيف واحد نفس الشيء بالضبط بس الفعل على الأرض الفعل على الأرض يختلف تماما الفعل على الأرض متروك متروك لصراع القوة صراع القوة في سوريا هو اللي حينتج عنه من الطرف الكسبان ومن الطرف الخسران وبالتالي هذا الصراع لن تسكت قوة من القوة عن مطالبها حتى النهاية مصر وقف فين مصر هذا؟ مصر وقف موقف محايد ما صعب تبقى وقف محايد في ظل في ظل ده اه يعني صعب أنت تبقى وقف على حبل بالضبط يعني تطور موقف مصر مصر ارتزمت بقرار الجامعة العربية وما فيش علاقات مع نظام الأسد وإلى آخره وبعدين لاحظنا أنه مصر بدأت تعدل قليلا من موقفها وهذا التعديل تحت سلوجن أو تحت عنوان أنه نحن نحاول نوصل لتسوية أساسية وحل توفيق وبالتالي أنا مش هحتضن أنا هتشاور أو هعمل حوار مع المعارضة المعتدلة وبالفعل جات وفود من المعارضة المعتدلة لمصر وحصل اجتماعات مع المسؤولين المصريين لمحاولة يعني شيء من التوفيق بين الطرفين نظام سوري والمعارضة المعتدلة ولكن ما فيش قطوة اتصال مع الإدارة السورية ما فيه يعني هما كانوا بيحاولوا أنهم مع المعارضة المعتدلة أنهم يحاولوا أنهم يوجدوا أرضية مع النظام السوري ما فيش ما كانش فيه اتصال مع النظام السوري إنما يمكن في الأيام الأخيرة في بعض الغزل ده فيه جرائد أشارت إن الرئيس السوري يجي في زيارة سرية لمصر في الإسكندرية وكان ده كان مموض على بعض الجرائد الدولية معلش إحنا مش هنقول كده إحنا بنقول إيه إنه فيه غزل يعني أنا بحطها تحت إيه إنه إحنا بنحاول إنه إحنا نتكلم مع بعض زي ما أنا اجتمعت بالمعارضة المعتدلة أنا لازم أجتمع بالنظام السوري عشان أقدر أعمل صيغة توفيقية أو أحاول أقنع الطرفين بتسوية سياسية وبالتالي أنا لا أستبعد أن يكون حصلت اتصالات مع النظام السوري سواء جاهل أسد أو حصل اتصالات خارجية إنما لابد أن يحصل هذا حتى يمكن لمصر أن يكون لها دور لأنه إذا انحازت لأحد الطرفين لن يكون لها دور صحيح الموقف الإيراني يا فانتم يعني ما بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني الكثيرون تحدث أن الموقف الإيراني هتغير كل ياته لكن واضح أن تصميم إيران وموقفها في المؤتمر فيينا بيؤكد أن الموقف الإيراني قبل التوقيع الاتفاقية زي ما بعد التوقيع الاتفاقية هل عادت أتفق مع هذه الرؤية أم لا؟ أنا أتفق مع هذه الرؤية والموقف الإيراني يمكن بعد الاتفاقية يمكن تشدد أكتر من الأول كمان وبعدين أصبح الدول الخليج أصبحت تنظر نظرة شك وريبة لإيران النهاردة الموقف يتسرخ من النفوذ الإيراني والتدخل الإيراني ده معنى إيه؟ معنى أن إيران وقد انطمئنت إلى عملية البرنامج النووي وإلى آخره فبدأت تحط دمخها في المنطقة بشكل إيجابي أكتر يعني إيجابي بمعنى إيجابي لها هي بمعنى أنه تحط دمخها أنا فضيت بقى أنا فضيت بقى وما فيش تهديد وما فيش خوف فأنا النهاردة حشتغل لكم كده يعني وده بان حتى صحيح طيب المؤتمر فيما تعالك بالبياني اللي خرج به هتلو بس بعض نقرأ مع حضرتك ونحاول نحلل ما خرج به بيان في إنا ولأي مدى في مصدقية في هذا الطرح يعني مش مجرد كلام ورقة مقتدبة طلع بها البيان إنه مجرد بس الرأي العام ووسائل الإعلان يعني تم الاتفاق على تشكيل حكومة ذات مصدقية تشمل الجميع وغير طائفية على أن يعقوبها صياغ دستور جديد يعني حكومة ذات مصدقية مش يعني تحس أنها عبارات مطاطة هي الحقيقة هي عبارة مش مبلوعة صحيح يعني ما هيش يعني يعني ما شخص دور أوروبا تشكيل حكومة ذات مصدقية في فرنسا سياسيا ما أدرش أهضمها يعني حكومة انتقالية حكومة تمثل جميع الأطراف جميع الاتجاهات إنما ذات مصدقية يعني هي يعني يعني إمتى إمتى ده إحنا لسه الصراع شغال والضرب شغال أنا إزاي أطلع حاجة ذات مصدقية ده أنا لما أدخل في عملية التسوية السياسية وانتخاباته ده هيحصل في عدوات كتيرة وسراعة كتيرة وتصفيات وبتا عدوات في هذه المرحلة هي مش مسألة بقل بصفحة وخلاص صحيح لا الخطوة اللي عقابة المؤتمر دينا وإرسال القوات الإعلان للإدارة الأمريكية أنها ترسل القوات حتى محدودة طبعا هي بتقول بقى للتدريب المعارضة أو كلام اللي ما أكلش عيش دوت أنها ترسل القوات على الأراضي السورية واضح أنه ما فيش اتفاق كده حصل بفنبا من القوى القبرى ولا دي رؤية تشاؤمية شوية لا أبدا هو القوى الكبرى يعني بصفحة خاصة روسيا وأمريكا بيلعبوا مع بعض يعني شدوا جذب يعني لما يجي كاري يروح لجمهوريات أسيا الوسطى اللي هي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي ويزورهم ويطمنوا نقول لهم إحنا معاكم وإحنا وإحنا إيه دي كانت سوفيتية دي كانت مع روسيا في اتحاد واحد يعني دي كانت منورات سياسية وزي أنتوا ما جيتوا وجبتوا قوتكوا بتضربوا داعش أنا حاجي برضو ده أنا حضرب داعش برضو يعني يعني هي مبارزة لعبة قوى يعني ما بين القطبي بس لسه الغاية دوتما التفاوش آه لسه الروع المتقبل لأنه النقاط بتاعت فينا هي واحد فاكننا جابنا كابيو بيست بين حط دي بس بس جينيف واحد كانت بتركز على دور الأمم المتحدة بشكل كبير في الصراع في النهاية في التسوية السياسية إنما هي واحد يعني ما تقراها هتلاقيها هي نفس النقاط وبرضو وحدة سوريا وسيادة الدولة و نفس الشيء ستفدأ من جينيف واحد واحد لحد فين السنين دي كلها ما كانت حرب ما هي حرب ولازالت مستمرة فالمسألة يعني أنا بعتبرها اتفاق نواية اتفاق نواية ما اتفاق ناشا المرة دي بس نقعد مرة تانا اتفاق اه وبعدين هم عاوزين القعدة الجاية أو اللقاء اللي جاي عاوزينه سوري سوري تحت إشراف الولايات المتحدة يعني أصد تحت إشراف الأمم المتحدة اه يعني نطلع بقى الأطراف في سوريا والروس اه ونشوف عشان يشوفوا ايه السوريين مع بعضهم والأمم المتحدة ونشوفها حسب قرارات الأمم المتحدة بس المعارضة عندها موقف انها مش عايزة تقعد مع ما هي ما احنا بقى بنفرق بين المعارضة المعتادلة والمعارضة المتطرفة أو اللي هي ما عنداش مشاكل انها تقعد مع المعارضة المعتادلة المعارضة المعتادلة اعتقد انه في سبيل حل سياسي وفي سبيل املها في التخلص من نظام الأسد انها تقعد مع الحقوق لان اي تسوية سياسية لابد ان الطرفين يعودوا مع بعض وإلا خلاص ما فيش هل شايف حضرتك يمكن السؤال دايما بس بيجي ما تحت نظريات المؤامرة تحت اي نظرية بس السؤال دايما قرأه من المشهد هل الولايات المتحدة الأمريكية بما انها القوى العظمى الآن واللي هي ديها في كل الملفات في المنطقة هل عندها فعلا نية انها عايزة سوريا موحدة يعني ده اللي بيخلي السؤال لو هي ما عندهاش نية اللي عايزة سوريا موحدة يبقى احنا كل اللي بنعمله والمؤتمرات دي لن تفضي الا الى النتيجة التي تريد اذا رجعنا لما يسمى بمشروع الشرق الاوسط الجديد وده مش مشروع هلامي او مشروع خيالي ده اتكتب فيه ومسؤولين امريكيين اتكلموا عنه وسواء كوندونيز رايس او هيلاري كلينتون او الاخره فده يعني ايه وبعدين مين رئيس الاركان الفرنساوي او وزير الدفاع الفرنساوي اللي بيقول ايه الشرق الاوسط الذي كنا نعرفه انتهى يعني ايه الذي كنا نعرفه العراق قسمت ويعني ايه يعني نطقوا قبل ما كل حاجة تستقر فانا ما اعتقدش انه امريكا سكتت او انما هي بتناور مرحليا شوف الاستراتيجية بتبقى سبتة التاكتكس هي اللي بتختلف انا اقدر اخد ودي مش فاهمين الامريكان والاسرائيين حتى هذين اللحظة عايزين ايه من سوريا يعني انا لو نجي نبص من السورة من احد تانية اسرائيل مش مصلحتها ان يكون فيه قوات زى التوجه الاسلامي هي اللي موجودة في سوريا وهي اللي موجودة على الاطراف على حضوطها طيب يعني اذا هي حتى هذه اللحظة لا تقول لا حتى للرئيس السوري بشار الاسد طيب الامريكان على الارض نعتقد ويعتقد الجميع ان هما بيغزوا الجماعات المتطرفة الموجودة في سوريا وهم اللي ورمى ما يحدث من خلف السطار ايه المطلوب من سوريا يعني ايه المطلوب من الاستراتيجي حتى على المستوى القصير ايه اللي عزاء اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية من سوريا في المدى القصير حتى فان هي مش من سوريا بس لا لا هي من منطقة كلها بما فيهم مصر بما فيهم مصر بالضبط يعني هو ايه هو لما حصل انه قامت 30 يونيو ده اللي ده الباكة الحسابات بس عملوا ايه الامريكان قالوا طيب خليهم كده شوية احنا هنشوف غيرهم خليهم هما شوية كده واحنا بس ايه هنقعد ننغزهم يعملوا مؤامرات يمنعوا سلاح يمنعوا معونة يعني يلعف ملف مية يلعف اي ملف تاني يعني يعملوا كده عشان يقولوا ايه طيب خلي دي كده احنا نشغل امور التانية وبعدين بقى نرجع لها بعدين يعني لا تتخيل انه الولايات المتحدة هتسيب مصر الولايات المتحدة سوف تكمل مؤامرتها على مصر ده فور شور انما انما بعد ما تنتهي من الحاجات تانية النهاردة بقى في عامل جديد طلع وهو تدخل الروسي في سوريا ومش تدخل سياسي وانما تدخل السياسي اه هنا بقى بنبه امريكا الى انه ايه الله اذا كانت روسيا تدخلت في سوريا بالسلاح فلو حصل حاجة في مصر من الممكن جدا ان سوريا ان روسيا تتدخل في مصر برضو بالسلاح كتوازن قوة والمصرين هيسيبوهم لا يعني يعني اصد اقول انه العملية التاكتكس باستخدم الاساليب ده هيا الاساليب دي بعضها نفع بعضها ما نفعش بغير وبعمل انما الاستراتيجي ايه ان انا احقق مشروع الشرق الاوسط الجديد ان انا اقسم العراق وهي مقسمة وهي مقسمة وسوريا اديني ببهدلها اليمن مش عارف ايه ليبيا خلاص ليبيا حتى على الورق لا 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 قالوا 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 المبوس الدولة قال انها يعني هي احسن حل لها هي هو التقسيم في يعني كل التقسيم ده اصبح هو هي مصر محطة ديها في الملف هادي ده 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 برضو بيربك الحد يعني مصر حطة ديها في الملف الليبي في الملف السوري واقف موقف لا تراجع فيه لا ده موقف مشارك موقف مشارك ما فيش كلام الموقف الليبي الليبي مهم جدا لمصر لانه متاخم اولا ثانيا الجامعات الارهابية دخلت فيه وبعدين الحدود بيننا وبين ليبيا طويلة ولا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل فليبيا يعني بتحوز على اهتمامنا واعتقد انه الرئيس السيسي والعسكريين مهتمين اوي بالحدود سعيد الاي مدى فاندم خلينا نشوفها الرؤية من الجانب السوري الاي مدى ادارة بشار الاسد وزير الخارجية والدي المعلم اللي بحس انه ده هي سياسية المعلم يعني يتطفق البعض معه ويختلف معه لكنه سياسي محنج بالتأكيد الاي مدى يا فاندم يمكن ان نقول ان السوريون انفسهم يتعاملون مع تبعات ما يحدث في سوريا حتى هذه اللحظة ربما بمكاسب هم بيحاولوا يحصلوا على اكبر المكاسب اليوم فيما تعرض لهم من ربما تواجد لعناصر متطرفة تواجد لعناصر تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا السوريين عاملين الغير دوقتي لدر السورية تعاملهم بمناورات مع الازمة وفيينه هل فيينه بيصب كمان من ناحية تانية وشال الاسد في بالشكل الموجود على الارض النهاردة اه فيينه بتخدم والتواجد الروسي جاه في الوقت المناسب فاصبح برضو ده خدمة للأسد ده اضعف الجهة المقابلة انما هل احنا لما نيجي نبص ليه هل هناك انا ما اعتقدش انه اي حل سياسي هيضمن مصالح القوى الكبرى يضمن مصالح كلها في ظل بقاء الاسد انما كل واحد هيكسب اللي حيرضيه وبعد كده الضحية هو الاسد بعد ان تكون القوى الكبرى حققت استراتيجيا ما كسبها وما دم جبنا سيرة اسرائيل وان تكون اسرائيل مطمئنة تماما لانه كل الحاجات ده هي خدمة لاسرائيل اسرائيل وجدت اللي تبقى ولكي تسيطر يمكن الارينا في المشروع التقسيم الشرق الاوسط الكبير يمكن المزحل فيه ان شبه اسرائيل فيه بالباب العالي للدولة العثمانية ايوة ان دولات متفرقة وان تكون اسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي موجودة في المنطقة وهي الباب العالي بالضبط يعني اللي عايز يعمل حاجة عايز يحفر ترعى وليبن زي ما كان بحثة في الدولة العثمانية بالضبط ومع ذلك ومع ذلك اسرائيل لا تستطيع ان تحتل عسكريا او تتمدد عسكريا في كل المنطقة اسرائيل لا تستطيع هذا مهما كان مهما بلق قوة جيشات انما هي تستطيع ان تسيطر بهذا الشعب بس هي تمددت قبل كده عسكريا معلش لا انما في حدود هي تمددت وهي جت لنهر النيل يعني جت في الصغرة دخلت جوه انما ما تقدرش تستمر ما تقدرش تستمر اللي هتعمله ايه هو تقسيم هذه الدول الى دويلات ضعيفة بحيث تكون هي ولو قسمتها هتقدر تتمدد تقدر تتمدد لا يعني لو حد ابه بدماغه كده هتديله فوق دماغه هجمة خطفة كده يعني كلام مستفز ده اللي هم رسمينه على الخريطة ده اللي هم رسمينه على الخريطة تمام تتوقع ان تتدخل بدول عربية لازالة هذا الخلاف ربما لانه لو تغير الموقف السعودي وبقى يعني على الاقل انه هو يقول نرضى بالحل في ظل وجود بشراء الاسد انا لو رجعت تصريحات وزير خارجية السعودية دي يعني يعني بلغ من التطرف ضد الاسد مبلغ لم يبلغه اي لم يبلغه الامريكان يعني انا بحط علامات استفهام يعني مهما كان الامر يعني هو في ظل خلافات سورية ايرانية سعودية اه الصورة من فوق كده و لما بعد اشوف الصورة ده بفتكر ان كانت مصر والسعودية وسوريا محور محور قوي جدا في المنطقة العربية التلت دول دول يعني شوف كيف تتغير السياسات وكيف وكيف بس يعني في مقولة كده بتقول ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم ولكنها مصالحها مسترقة مفيش مصالح مشترقة تجمع العرب في ظل الهجمة الشرسة اللي على العرب دلوقتي يعني ده اللي بي بيخلي الواحد يفكر رجل الشعب يفكر في خطر اكتب من كده ابدا وبعدين ايران فضيت من عملية الاتفاق النووي اه بقعد وراقت راقت بقى للمنطقة واتوضع الخليج بقى واتفكر بقى اه اه ما ننساش دور ايران اللي جاي في المنطقة دور ايران اللي جاي في المنطقة لهاقل خطورة عن دور اسرائيل بس هو حيكون يعني اسرائيل بتلعب عن طريق امريكا وبتلعب بهدوه انما ايران اه ما عندهاش هي عاوزة البحرين معظمهم شيعة اللي يزعلوا بالكلام ده لا معلش معلش دي حقيقة المنطقة الشرقية السعودية معظمهم شيعة اه يعني وايران بتلعب على هذا يعني حتى الادارة في البحرين بتتحدث ان ده الصورة اللي بتحاول تبطها ايران ان هي لا المعظم والاقلية اه معلش اه معلش بس يعني هل ممكن الحركة تتوقع ان يتم ولا الموقف السعودي خلاص يعني لا رجعت فيه او نتخيل شوية الموقف السعودي لو تغير من انتجاه بشار اللي ممكن يقلب في المعادلة اللي موجودة في السورية ممكن تتغير فعلا المعادلة بتغير الموقف السعودي يعني هو هتخف هتخف الضغط تخف الضغط بس انما مش هتغير هتخف الضغط بس يعني وبعدين انا عاوز اقول انه الموقف ليس فقط يعني السعودية في سياستها غيرت موقفها من بعض الامور التانية كمان يعني ستلي مؤتمر فينا هل يفضل الوضع على الارضي يفضل زي ما هو عليه اذا استطاعت الامم المتحدة ان تجمع الفرقاء السوريين اذا استطاعت وان تبدأ فعلا محادثات بينهم للتوصل الى تسوية سياسية تتضمن انتخابات عامة و الاخر من الممكن انما هل هذا سوف يتم ولا لا هل هذا سوف يرضي اطراف لها مصالح معينة في النزاع يستمر ولا لا هذا ما سوف تجيء بالايام لكن يفضل الوضع مرهول يعني متفائل بالخطوة اللي هاتلي فيينا مؤتمر فيينا يعني ما هو جنيفة هوت ونفس الكلام وبالنا كم سنة كثير وما حصل شي حاجة طب حلو حردت تتوقع خلال في ظل عدم الاتفاق ما بين القوى القبرى على اتفاق سياسي أو حتى بداية اتفاق سياسي على الأرض في سوريا كيف سيكون الشكل ما بين روسيا والللات المتحدة الأمريكية فيما تعلق بتوجيه الضربات داخل سوريا تهزاد التوتر ولا الدنيا دام التنسي هو أهم حاجة عندهم ما ده اللي أختم به هم أنهم ما يصطدموش ببعض بشكل هم بيحربوا بالوكالة هم مين الاتنين بيحربوا بالوكالة إنما ما بيحربوش بعض بشكل صليح وبيحسبوا جدا لإلى أنه عارفين أنه فيها حرب عالمية وهم مش عاوزين هي تأسيم مناطق نفوذ ومصالح فرنسا وقفة إزاي فاندي من الصباح فرنسا وقفة مع الغرب إنما مش بالحدة بتاعت أمريكا طبعا يعني يعني هي الدول الأوروبية مع أمريكا يعني صفة أمريكا كان كان يعني فرنسا دي أما يعني من سنين لبنان وسوريا دول يعني يتأثروا بسياسات فرنسا أكتر من السياسات العربية ده من سنين دلوقتي خلاص النفوذ الفرنسي يعني خف أوي وحل بحله نفوذ نفوذ تاني يعني بس لتكملة العبارة بقي النفوذ الفرنسي في القرى الإفريقية على حال يعني احتلت الجزائر مثلا 150 سنة أكتر صحيح يعني هتبقى أب 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 داون شوية كده لحد ما يحقق غرض معين وبعدين يرجع تاني بشكل ده لأن دي كلها استراتيجيات لتنفيذ قصدي تكتيكات لتنفيذ الاستراتيجية بتاعت كل دولة لحد يعني لا غالب ولا مغلوب بس يمكن المراقبين بيشيروا أن الفترة اللي جاية بالأخص الكام يوم اللي جايين دول هتشهد ضربات روسية موجعة في سوريا بعتقد ذلك يعني نأمل نأمل هذا لأنه من ساعة الروس ما دخله وبيضربه تغير الموقف بالنسبة لسوريا بين القوى الدولية خاصة الولايات المتحدة يعني ومش عزل وبعدين روسيا بتضرب في عناصر العصابات والعناصر داعي شواء إلى أخو ما بتضربش فيه يعني وبيقال بيقوله المعارضة إنما أنا ما أعتقدش هي حريصة قوي لأنه لابد أنها تنفذ أهدافها أنا أعتقد أفن من فيه يعني مش عايزين فيه لعب أساسي برضو موجود على الأرض حزب الله وإيران إيراني ما أعتقد ده جنب المعلوماتي أكتر الحزب العشر كده بيتم تحديد الضربات دي بدقة من القوات الروسية بالضبط هو حزب الله أنا بعتبر إيران حزب الله يعني بشار الأسد وتواجد عناصر حزب الله في سوريا يعني ما كانش قادر يدفع دفة بشار الأسد إلى الأمام ولوه قليل يعني نعتقد أنه هناك نشوة كبيرة للإدارة السورية بعد التدخل الروسي على الأرض هو تدخل الإيراني ما كانش تدخل بمعنى الكلمة بالقوة لأنه كان منتظر الاتفاق النووي و يعني شيء من الاستقرار بعد الاتفاق بينه وبين أمريكا بحيث أنه طيب كده بقى أنا هنا أقدر أتدخل إنما قبل كده ما كنت شعب تمام أنا بقى أي يعني عايزين نرفض نفضل لنا ثلاث أربع دقائق بس كل اللي شايف وليل مش عايزين نقول كل معظم المراقبين المتابعين للمشهد بقولوا المشهد الموجود على الأرض ده في سوريا بدأ الحرب معالمية شهدها المنطقة ده لو أخطأ أحد القطبين الكبار ده هنا وده هنا والاتنين وده بيصعد وده بيصعد لغاية دلوقتي ما فيش حل سياسي ما فيش حل سياسي وإذا استمر الوضع على هذا من الممكن جدا أن يحدث خطأ يؤدي إلى هذا لأنه هم حرصين جدا يعني حتى الكلام اللي بنسمعه وبنقرأ يقولوا إيه إنهم المهم ما ي الكلاش ده ما يحصلش الصدام ده لكن هل حباك شايف أن الأمور على الأرض ما فيش حل سياسي والأمور هتفضل لأن هنتكلم في فيينا لا وجهة النظر بعيدة بين الأطراف الباني حدث طلعت بها حدث بتقول إن هو جينيب واحد ما اختلفش معنى كده ما فيش اتفاق حصل ما فيش تقدم حصل يعني ما فيش تقارب حتى فوقات النظر حصل ما فيش تقارب إنما الموقف على الأرض تغير بعد تدخل الروس ما ده اللي حنتكلم قد هنا بقى الفترة اللي فاتت دي ما كانش فيه تدخل الروسي بالضبط ففضل الوضع على ما هو عليه النهاردة فيه تدخل الروسي قد يبدأ فعلا الحل السياسي بعد هذا التوقيت اللي هو بقى من فيينا حدث ما يلأني يعني إنه يبتدي يتحرك شوية وإحنا ما ندرش نتنبأ كتير لأن الوضع السوري وضع يعني يعني معقد للغاية والسياسات الأمريكية والروسية كلهم بيبحث عن صالحه أولا ثم مصالح القوى المحلية الثانية وبالتالي فإحنا لابد إنه ننتظر يعني التكهل ما بيوصلش البعيد لا مسافاته ريبة وإحنا نبدأ من ننتظر يعني ده الموقف الحكيم دلوقتي كباصل إنها تراقب الموقف إنها تراقب الموقف تبزو المساعي سلمية إذا نجحت فيها إنما إذا ما نجحتش لا تزال تسعى أيضا وده اللي احنا نفروض ده وده اللي احنا حلقة ما استبعدش خلال سنتين كده الموضوع هتطور لحرب في المنطقة كلها أنا ما اعتقدش إنهم أمريكا وروسيا عاوزين لأن حرب بس في صراع على نفوز صراع على نفوز يعني تبقى بقى في الحالة دهية هتبقى منطقة شرق الأوسط هي الضحية يعني هي بس هي الضحية ربنا وسطرح ربنا وسطرح سعاد سفير أحمد بلخير مساعد وزير الخارجية الأسبق شرفتنا وشكرا جزيلا للكواتي قبل شكرا شكرا وشهدنا الكرام بهذا النصر وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد هذا القدل يتجدد معكم اللقاء وفريق عامل آخر نشكر لكم حسنا المتابعة وضمتوا في أمان الله اشتركوا في القناة